السلام عليكم معكم سنين الحوامدة طالبة طب أسنان سنة ثالثة في الجامعة الأردنية إن شاء الله رح أكون معكم بشرح مادة الدينتال أناتومي تشريح الأسنان المادة بتتكون من ساعتين ساعة عملي وساعة نظري الساعة العملي أنا مني وعليه بشوفها وظيفة الطالب كل ما تدربت أكتر ومارست أكتر كل ما كانت المهارة عندك أحسن أما الجانب النظري فإن شاء الله رح أكون معك فيه بتكون من 14 محاضرة بواقع محاضرة لكل أسبوع بدي أنصحك نصيحة صح أنت شايف المادة ساعة لكن هذا الإشي ما بيخلينا نهملها لأنه هاي المادة مهمة لسببين السبب الأول إنها هي مقدمة ومدخل لطب الأسنان السبب الثاني إنه فيها كمية معلومات كبيرة هذا الإشي ما بيخلينا نخاف بالعكس بيخلينا نهتم فعشان هيك خلينا نبلش فيه المادة مادة الدنت الأناتومية طبعا هاي السلايدات أنا عملتها وإن شاء الله شاملة لها المادة هلأ هاي المادة بتطلب مننا إنه نفهم بالأول بعدين نحفظ دايما رح نفهم ثم نحفظ وبتطلب أيضا تكرار زائد إنه نكون صبورين لأنه هاي المادة يعني كتير جديدة علينا فمش بيوم وليلة رح نتعلمها لا هي بتطلب الصبر هلأ شو الرفرنس بوك معنا لهاي المادة رح يكون ويلرز دنت الأناتومي فيزيولوجي أند أكلوجين ليه بذكر لك اسم المرجع لأنه هو سببين السبب الأول هو مرجعنا أي معلومة إحنا مشككين فيها غلطانين فيها حابين نتأكد نزيد عليها منرجع لها الكتاب بالإضافة إنه إجانا هذا السؤال لدفعتي وللدفع السابقة شو اسم الكتاب ويلرز دنت الأناتومي فيزيولوجي أند أكلوجين تمام خلينا نحكي حكي عام عن المادة هلأ إحنا كلها يعطنا أكيد بنعرف إنه الإنسان بيمر بمرحلتين من الأسنان عنده أسنان لبنية وبعديها بتيجي مرحلة الأسنان الدائمة الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة هذا الإشي خلينا نعرف إنه فيه عنا مجموعتين من أطقم السنية تمام فعشان هيك هون بيبلش لنا بسم الله إنه شو يعني دي بالترمنولوجي معناها تنين وفي دونت معناها يعني الأطقم السنية فبمعنى آخر إنه الإنسان عنده مجموعتين من الأسنان مجموعة الأسنان اللبنية ومجموعة الأسنان الدائمة مجموعة الأسنان اللبنية منقدر نسميها البرائمري أو الدسجووس برايمري أو دسجووس برايمري أولية ودسجووس يعني مؤقتة والمجموعة الأسنان الدائمة منقدر نسميها سكندري لأنها ثانوية بتيجي بمرحلة تانية أو البرمننت لأنها الدائمة المفروض إنها تضلها معانا من لما تظهر على أد ما منحافظ عليها لآخر حياتنا تمام فهون بيعقدلني زي مقارنة بسيطة ما بين الأسنان اللبنية والدائمة between primary and secondary teeth لو ننطلع على الأسنان اللبنية فمنلاحظ عددهم 20 teeth in total بينما الأسنان الدائمة 32 teeth in total لو ننطلع على المجموعات السنية هلأ الأسنان عندنا ثلاث مجموعات هون 3 classes incisors القواطع canines الأنياب molars الطواحين إذن incisors قواطع كتبت لك إياهم هون incisors قواطع canines الأنياب والmolars الطواحين طبعا secondary أو permanent teeth بيكون فيها 4 classes أربع مجموعات سنية 4 classes incisors canines premolars and molars هون منلاحظ إضافة مجموعة سنية جديدة وهي premolars الضواحك أو ما قبل الطواحين لأنه pre قبل molar طواحين فهي بموقحها بيجي قبل الطواحين عشان هيك منسميها premolars لو بنعقد مقارنة حسب size فأكيد رح يكون primary أو deciduous teeth smaller in size comparing to the permanent teeth اللي رح يكون bigger in size فهي هون الصورة بتأقدلنا هذا الكلام إذن هون عنا زي ما لاحظنا 20 teeth في عنا 3 classes هون 32 teeth with 4 classes لاحظنا أيضا أنه هون الأسنان smaller in size وهون bigger bigger in size لاحظنا أنه هنا في spaces بينما هون الأسنان الدائمة مرصوصين أكتر وما في spaces تمام تمام هلأ هون بسألنا سؤال أنه why we have two sets of teeth يعني شو الحكمة أنه أنت يكون عندك مجموعة سنية للأسنان اللبنية ومجموعة للأسنان الدائمة شو الحكمة من هذا طبعا نحن نعرف أن الطفل هو يكبر طبيعي يكبر مع حجم جمجمته طبيعي يكبر كل وجهه طبيعي يكبر الماكزيلري اللي هو الفك العلوي الماكزيلري جو المانديبيولار جو فكل هاي الأشياء من الطبيعي إنها تكبر فعشان إحنا يتوافق الكبر في الجو والهيذير فونكشن اللي بيؤديهم الأدلت جو فلذلك بيكون في عنا بيرمينن تيث وبير تيث لأنه طبيعي إنك كبر عندك وجهك الفك كله كبر فالطبيعي إنه تكون الأسنان حجمها أكبر تمام تمام فيما يخص الدنتل فورمولا الدنتل فورمولا بسموها صيغة الأسنان وأنا بشوفها زي الهوية هوية بتعرف لك جزء واحد من الأسنان يعني يعني بتعرف لك الرايت سايد يا الليف سايد فكرتها الدنتل فورمولا إحنا بنستخدمها لحتى نوصف فيها النمبر and the class of the teeth that found in the oral الموجودة فيه يعني التجويف الفموي of different species لمجموعات وفصائل مختلفة تمام فهاي الدنتل فورمولا إذن هي عبارة عن صيغة تستخدم لوصف النمبر and the class of the teeth that found in oral cavity of different species تمام بداية إحنا عشان نتعامل مع الدنتل فورمولا رح نختصر كل مجموعة بحرف معين فالإنسايزرز رح نختصرها بال I الكيناينز بال C ال بري مولرز حي بري مولرز رح نختصرها بال PM وال مولرز بال M تمام تمام عشان عشان إحنا نقدر نميز الأسنان الدساجوستيث الأسنان اللبنية عن الأسنان الدائمة فإحنا رح نستخدم اللتر D عشان إيش عشان إننا نميز خلص هذا الأسنان اللبنية before the initial human dental formula تمام خلينا نشوف هلأ بحكينا هون إنه human dental formula for the saguastis مين هن الدساجوستيث الأسنان اللبنية is as follow رح نمسك side 1 رح نمسك جهة واحدة either right or left وساعتها رح نروح ندرس عليها نطلح هون هاي هون أخذين right side تمام بياخدوا للأبر وللور هذا الإشي من ننتبه عليه إنه أنا بأخذ side 1 for both upper and lower لومننطلع على dental formula فهلأ هون رح نلاقي إنه D هذا indicate for primary teeth أو deciduous teeth الأي بدلنا على الانصايزر حلو فلما نشوف DI يعني إحنا بنحكي عن deciduous انصايزر موجود في عنا two in maxillary هاي هاتنين بالفك العلوي اللي هن central incisor و lateral incisor هاي هم اتنين و اتنين بالفك السفلي كمان هاي اتنين in the mandibular جوا فهي نطلح هاي اتنين incisors في المانديبيular for one side بأكد for one side either right or left فهي central incisor وهي lateral incisor تمام بعدها deciduous canine عنا واحد في الماكزلري وواحد في المانديبيular تمام one in the maxillary هاي وone in mandibular canine بالفك العلوي وناب بالفك السفلي المانديبيular اللي هي deciduous مولر رح يكون في عنا two in the maxillary and two in mandibular هاي هاي هوا الفيرست مولر والسكن مولر الفيرست مولر والسكن مولر تمام هاي بحكي لنا انو الد بدلنا على disiduous او primary teeth ال eye تشير لل incisor as i mentioned we have two in the maxillary central and lateral two in the mandibular برضو central and lateral الس بدلنا على canines one in maxillary and one in mandibular ال M بدلنا على المولر two in maxillary first and second and two in mandibular all together are ten teeth in one side either right or left تمام as the whole number will be ten multiplied by two فبيعطينا twenty deciduous teeth in the oral cavity اذا طلع العدد الكلي انت بتحكيلي ten for one side بحكيلك صحيح فلما انا بدي two sides معناته عشر على اليمين وعشر على اليسار فبيعطينا twenty deciduous teeth in the oral cavity تمام اوكي هلأ فيما يخص هوية الاسنان الدائمة the human dental formula for the permanent teeth لما مننطلع هون هي هالصيغة السنية او dental formula زي ما منلاحظ الانسايزر نفس الطريقة how to read this formula هايو بحكي لنا the same as the formula above but now شو الاضافة اللي عنا صارت الضواحك ال pre molars have been added to it فصار في عنا two في الماكزلري as we can see and two في المانديبيولر the first premolar second premolar تمام في الماكزلري كذلك في المانديبيولر هاينا منروح هون هايها the first bicuspid رح نتعرف ليش اسمه هيك لاحقا the second bicuspid او the second premolar ونفس الاشي للفك العلوي هاي the first premolar وهي the second premolar هدول ضفناهم بالاضافة انه ضفنا third molar عشان هيك هون اختلفت هون شوفو كيف كانت المولر two over two هون صارت three over three لانه احنا اضفنا third molar او ما يسمى بالوزدم tooth طاحونة العائل تمام has been added one بالماكزيلاري and one بالمانديبيولر فطلع معانا all together كم سن عنا all together for one side 16 teeth صار في عنا 16 teeth فكتوتل 16 ضرب 32 سن من permanent teeth وفعلا هذا العدد الصحيح للأسنان الدائمة تمام فيما يخص موضوع الكوادرنت هلأ احنا عنا oral cavity خلينا نحكي التجويف الفموي يقسم الى 4 quadrants تمام تمام الكوادرنت في permanent dentition رح نعطيهم ارقام من 1 ل4 اما اذا انا كنت بحكي عن الارباع في the saguous dentition اللي هي للأسنان اللبنية رح نعطيهم ارقام من 5 ل8 طب كيف رح نقسم هاي الارباع صراحة فيه تقسيمة ثابتة رح دائما نحط هون number one وهون number two وهيك number three وهي number four طب رح يجي واحد يحكي لي طب انا حاب احط مثلا هون الone وهون two ومثلا هون three وهون four بحكي له هذا الحكي ما بصير لانه هاي تقسيمة معتمدة دولية وعالمية هيك ارتقوها يعني حكوا خلص هذا first وهذا second وهي third وهي fourth تمام فهيك التقسيمة حركة عكس عقارب الساعة counter clockwise نمسك هذا الفك first quadrant هذا second quadrant هاي third وهي fourth quadrant تمام هذا الحكي اذا انا كنت عم بحكي عن quadrant and permanent dentition لكن لو انا كنت بحكي عن الارباع اللي موجودة في secondary dentition رح نعطيهم ارقام من خمسة ل تمانية بهاي الطريقة رح نعطيهم هاي هون خمسة ستة سبعة تمانية هاي الارباع اللي هي للأسنان اللبنية هيك تقسيمة الارباع ضروري نلتزم فيها نعم ضروري كيف الحركة بنمشيها counter clockwise حركة عكس عقارب الساعة تمام counter clockwise طيب خلينا نتفرج هون بهاي الصورة بحكي لنا هون how many incisors in the primary dentition at each quadrant كم أنا عندي قواطع في primary dentition at each quadrant لاحظ كيف نقرأ السؤال بدنا نقرأ السؤال بالطريقة اللي أنا عمل لك فيها البول تمام يعني أنا هون مغم لك عند الصورة بهاي بهاي الطريقة أنا رح أقرأ السؤال how many incisors بركز قواطع in primary تمام at each quadrant في كل ربع فبركز بحكي اوكي بال primary dentition في عندنا two incisors هاي قواطع صح يس هاي أول واحد اللي هو رقم رح يكون خمسة عشان نكون دقيقين هاي في عنا إذن two incisors central و lateral تمام so we have two incisors نقرأ السؤال التاني how many molars molars تمام at each quadrant in the permanent and primary فلاحظ هون بدون سؤالين بسألني عن المولرز في كل quadrant لل permanent و لل primary طيب منركز بالأول طلب لل permanent منروح ال permanent كم molars في عنا في كل ربع عنا هاي الفيرست وهي السكند وهي الثير molar تمام so we have three molars in permanent في عنا 3 طواحين في كل ربع من permanent dentition exactly طيب how many molars at each quadrant in the primary dentition نطلع هاي عندنا الفيرست وهي عندنا السكند لأنه ما في بيكون طاحونة العائل للأطفال so we have two molars in primary at each quadrant تمام اوكي رح نكمل طبعا بهذه الطريقة يعني احنا بهذه الطريقة رح نجاوب على الأسئلة تمام بالطريقة اللي محضوطة فيها in bold يعني زي ما حكينا how many primolars in the primary dentition at each quadrant انت تذكر primolar مع primary dentition مع primary dentition هدول الاثنين لا يجتمعان مستحيل نلاقي primolars في primary dentition فكونوا صح صح وهي برضو كأنها اجت لنا بالكوزز اللي كانت تنعطى باللابات فمره اجانا انه how many primolars in the primary dentition at each quadrant zero دايريكتلي احنا ما عندنا ضواحك ما في primolars in the primary dentition اوكي اوكي بتمنى هيتضلك منتبه لها تمام how many canines in the primary and permanent dentitions at each quadrant طب كم canine عنا في primary صراحة في primary وال permanent بضل عنا one canine في كل ربع تمام يعني هايشوف هون بغير اللون بس عشان تنتبه هاي هون canine هاي هون ربع I just have only one canine كذلك في permanent canine واحد هاي canine واحد canine واحد وهون canine واحد اوكي اوكي اذا بالطريقة هاي احنا رح نجاوب بشوف اللي مغمة بحكي incisors بال primary بكل quadrant premolar مع primary خلاص دارك زيرو canines في primary بال كل quadrant بهاي الطريقة احنا رح نجاوب رح تكون الطريقة جدا سهلة مش شايف صعوبة لحد الآن خلينا اذا ننتقل على dental nominic nature dental nomin nature يعني طريقة تسمية الاسنان بصراحة احنا بنقدر نسمي الاسنان بعد الطرق يا buy words من خلال الكلمات فمثلا ااجي احكي لك انه maxillary first smaller permanent بهاي الطريقة او انه ااجي احكي لك انه buy numbers letters and symbols يعني من خلال الارقام الحروف والرموز ورح يكون في عنا تلت انظمة لهاي التسمية تمام خلينا نبلش واحدة الطريقة الاولى buy words the way we can name the tooth either by words or numbers letters and symbols when we use words to describe a tooth we have to imply in which اول اشي شو اول اشي لازم ننتبه عليه in which set the tooth is باي set هل انت بالdeciduous set ولا بالpermanent set انت بتحكيلي عن اسنان لبنية ام دائمة بعديها we should imply which it is located يعني مننشوف هل هي موجودة بالفك العلوي ام بالفك السفلي تمام مننشوف هل هي بالفك الماكزلري العلوي ام المانديبيولر الفك السفلي بعديها رح ننتقل لو which class احنا باي class باي مجموعة هل احنا بالقواطع incisors canines الانياب البريمولر الضواحك او حتى المولر تمام شوي شوي تسلسل اي set disiduous ولا permanent اي جو ماكزلري ولا منديبيولر اي class incisor canine premolar or molar بعدها لازم we should specify the order ضروري نحكي عن الترتيب هل انت بتحكيلي يعني الorder بيقصد فيه type تمام الorder خليها ببالك بيقصد فيه type اوكي اوكي فاحنا شو الترتيب هذا السن يعني within a class that this tooth has within a class تمام فضمن المجموعة نفسها هل هو central or lateral incisor هل هو first or second or third molar طب هل انت بتحكيلي عن first premolar or second premolar لانه انا بدي بالظبط احدد اي سن لما يجي الدكتور يحكيلك مثلا بدنا نخلع مثلا mandibular first premolar فانت خلص مباشرة طالما premolar رح تفهم انه اكيد في permanent set بتيجي بتحكي بدنا نخلع مثلا maxillary central incisor ضروري اتحدد عشان نعرف احنا we are talking at which tooth exactly تمام احنا اي سن بالظبط عم نحكي عنه فضروري التحديد يكون بالتفصيل هل نكتفي زي هيك اكيد لا طب انا بركي بدي اخلع الright ما بعرف بركي بدي اخلع الleft مثلا او بركي بحكي عن الright بركي بحكي عن left so finally we have to imply the side that the tooth found يعني هل هو بالright side ولا بالleft side تمام اذا من خلال الwords من خلال الكلمات انا بدي امسك ال set بعديها الجو class ال order او type واخر اشي ال side تمام ال set بتكون disagious او permanent الجو اما maxillary او mandibular لا ثالثة لهم ال class عنا اربع خيارات incisors canines premolars and molars والorder حسب central او lateral first او second او third والside اخر اشي هو right او left اوكي تمام ان شاء الله تكون واضحة نتطلع هون على هذا المثال مثلا هون محددين لنا على left primary maxillary second molar خلينا نشوف كيف الترتيب left هو عبارة عن side تمام وال primary هو عبارة عن sit والmaxillary عبارة عن الجو والsecond عبارة عن order او type والmolar عبارة عن class شايفين كل هاي الاشياء شملناها لحتى نحكي عن السن exactly لما حكينا احنا left هنا لما بنقسم الكوادرنت دايما بنحط خط منصف من هون midline هاي right وهي left هلا رح اعلمكم هاي الطريقة تمام فدايما بدنا نحدد هاي احنا بال left واحنا بال primary كيف عرفنا primary لاحظ في عندك خمس أسنان في كل ربع او في عندك عشر أسنان في كل side او عشرين سن يعني مبين انها primary ما في بري مولر بأي طريقة بتحب ها احكي انه primary maxillary نعم لانه دايما maxillary هو الفوق دايما الفوق هو maxillary والmandibular رح يكون تحت second molar كيف عرفنا اذا هاي هي first فمعنات هاي هتكون second molar ببساطة فحددناها بهاي الطريقة مسكنا side وال set والجو وال order وال class left primary maxillary second molar تمام خلينا ناخد مثلا هذا المثال احنا مع بعض هيك نطبق عليه هذا ايش تتوقع يكون رح اعطيك مهلة خمس ثواني اوقف الفيديو رح 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 يكون عبارة عن right primary maxillary canine لاحظ ال canine ما حطينا في order ليه لانه i only have one canine يعني ما في تحكي first canine او central canine ما في هذا الكلام فمباشرة right primary maxillary canine exactly طيب هون كمان عطينا مثال تاني على المانديبيولر دايما اللي تحت هو الفك السفلي اللي فوق فك علوي exactly زي ما يعني احنا عنا بالطبيعة تمام هون عنا right هيو right لانه احنا بالright side primary لانه we are in the primary set mandibular لانه بالفك السفلي وهذا السن central incisor هذا السن القاطع المركزي يعني لو ننترجمها central incisor تمام اذا نلاحظ شملنا كل هدول الخمس محاور اوكي الطريقة التانية by numbers letters and symbols في عنا ثلاث انظمة لتسمية الاسنان حسب numbers letters and symbols عن الطريقة الاولى هي palmer notation system والطريقة التانية هي universal numbering system اما الطريقة التالتة فهي fdi numbering system اوكي اوكي نحكي بسم الله ونبلش مش اشي بخوف بالعكس اشي كتير سهل وهل رح اعلمكم طريقة ضلكم حافظينها لاخر يوم طريقة بالبالمر او الزيجوموندي notation system بالبداية بدي تعرفولي هاي المعلومة اللي رح تساعدكم كتير معلومة انه البالمر معناها boxes يعني انت بس تسمع بالمر دغري مباشرة هاي معناها boxes تمام تمام هاي الطريقة هي الطريقة اللي اعتمدتها الامريكان دنتل association in 1947 هاي الطريقة اعتمدتها لمنظمة الاسنان الامريكية تمام الاسنان فيها are represented by number from one to eight for permanent from one to eight for permanent بحيث رقم واحد منعطيه للcentral incisor ومنمشي لورا وصولا لرقم تمانية للthird molar يعني one central incisor two حيكون lateral incisor three k9 وهكذا وصولا لآخر سن اللي هو number eight ورح يعبر عن الثير molar طاحون تلعائل تمام in each quadrant رح نمشي هذا لحكي in each quadrant خلينا نشوف هاي هون عندنا لاحظ معان هون المفروض يكون في عندنا central incisor وهون lateral incisor وهي هون canine هكي المفروض تمام فواحد عطينا للcentral اثنين لللترال ثلاثة لل canine اربعة لل first premolar خمسة لل second premolar ستة لل first molar سبعة second مولر وتمانية لل third molar فلاحظ كيف منمشي من الميد line هاي عندنا الميد line ومنرجع رجوع من الميد line ومنرجع رجوع وصولا لايش وصولا لل third molar exactly وهذا الحكي منطبقه في كل ربع من الاسنان الدائمة هذا الحكي لمن لل permanent teeth في كل ربع من الاسنان الدائمة ضروري انطبقه اللترز من a to e for deciduous يعني انا للاسنان المؤقتة او اللبنية رح نستخدم لها حروف ما رح نستخدم ارقام رح نستخدم حروف هاي زي ما منلاحظ هون للاسنان اللبنية رح نستخدم من a to e تذكر انه احنا في عنا five teeth at each quadrant تمام في كل ربع عنا فقط خمس اسنان فرح نعطي central incisor a وصولا لل second molar since we don't have third molar فال a central incisor b lateral incisor c k d first molar e second molar تمام اوكي وهذا الحكي زي ما منلاحظ رح نطبقه على كل ربع من primary dentition تمام هلا انا حكيت لك كلمة اول ما بلشت بال palmer وحكيت لك انه palmer او الزي gomendy notation system معنى palmer boxes فمعناته انا رح اظلني كيف حافظها انه انا وين ما اشوف اشي بيمثل البوكس هذا رح يعبر عن palmer notation system وين ما اشوف اشي زي البوكس رح اكون معك صريحة احنا ما رح نرسم بوكس كامل عشان نقدر نميز انا بحكي عن اي ربع انا بحكي عن maxillery وال mandibular هاي الاشياء ضروري نكون عارفين ها فعشان هيك طريقة تمثيلها رح تكون باي ايش طريقة تمثيلها رح تكون باي two lines هدول two lines indicates which quadrant بعبر عن occlusal plane while the vertical line بعبر عن midline يعني هاي نبطلع هيك هاي انا رح احط vertical line بعبر عن midline تمام اوكي وhorizontal بعبر عن شو عن occlusal plane لما احط هيك بدي تتعلم معي هاي الطريقة هذا الخط رايح لليمين ولا اليسار بالنسبة لك رايح لليمين صح سوري بس اوكي رايح لليمين اللي رايح لليمين بعبر عن اليسار هي هذا رايح لليمين فمعناته هذا يعبر عن اليسار يعبر عن left لو انا عملت الخط هيك رايح لليمين سوري رايح لليسار فرح يعبر عن اليمين فتظلك متذكر هاي الطريقة مستحيل تخربط فيها الخط اللي رايح بالنسبة إلي لليمين بيعبر عن left side. والخط اللي رايح بالنسبة إلي لليسار يعبر عن right side. تمام؟ دائما بدك تعكس. اللي على اليمين لليسار واللي رايح لليسار هو اليمين. هلأ بالنسبة لل vertical line. إذا شفت أنا تمثيله لفوق فأكيد رح يعبر عن الماكزولاري. تمام؟ إذا شفت تمثيله لتحت زي هيك. نبين إنه بيعبر عن المانديبيولر. فهو تحت بالنسبة للهوريزنتال لين. أوكي؟ فيما يخص ال vertical line اللي رايح لفوق فهو يعبر عن الماكزولاري جو. اللي رايح لتحت رح يعبر عن المانديبيولر. بهاي الطريقة. وبتذكرك إنه البالمر معناها boxes. مستحيل إنك تنسى. بضل عليك. تميز. هل أنا بحكي عن أرقام أم حروف؟ إذا كنت بحكي عن أرقام from one to eight. then we are representing the permanent teeth. لكن لو كنا نحكي عن الحروف من A to E. من دولة two lines indicate which quadrant the tooth belongs to. الهوريزنتال بيعبر عن الأكلوزة البلين والفيرتكل بيعبر عن الميد لون. أوكي. فهون ناخد مثال. هاي هون حاطيني لنا الرقم أربعة. فهذا الإشي مباشرة رح يدلنا على البرميونت ست. وحاطيني two lines. one vertical and one horizontal. vertical line للأعلى. فعرفت أنه maxillary. الهوريزنتال line رايح لوين؟ رايح لليسار. فأكيد write. نتأكد. يلا نتأكد. maxillary. صح. write. صحيح. رغم أنه الخط رايح لللفت. yes لأنه دائما لازم نعكس. الخط بيروح لللفت. وهو هون بيكون write. permanent. أكيد لأنه استخدمنا صيغة الأرقام وليس الحروف. ورقم أربعة بيضل أميزه. بدي أعرف أنه رقم أربعة يعبر عن first premolar. طب يلا نتأكد. 1 central incisor. 2 lateral incisor. 3 canine. 4 first premolar. أوكي. هاي أول مثال أمورنا تمام. نروح المثال التاني. نطلع المثال التاني. نلاحظ الخط للأسفل. فمعناته mandibular. نلاحظ الخط رايح لليمين. فمعناته يسار. نلاحظ وجود حرف A. فمعناته primary أو deciduous. والA هي تعبر عن أول حرف من الميد line. شو رح تكون central incisor. فنتأكد mandibular. left صح. deciduous. central incisor. إذن الأمور تمام. أوكي؟ أوكي. إذا فتحبوا ناخد كمان مثال عادي ناخد. ها نرمي أي رقم مثلا. بدي إياهم هيك. مثلا 6. هذا عن إيش رح يعبر؟ نطلع مع بعض. أنت أعطي حالك فرصة لحتى تختبر حالك. الآن الخط اللي رايح لفوق رح يعبر عن الماكزلري. واللي رايح لليسار بالنسبة إلي رح يعبر عن اليمين. فرات. الرقم 6 بيعبر عن الpermanent. 6. ورقم 6 لحاله يعبر عن الفيرست مولر. فيرست مولر. اكزاكلي. فبهاي الطريقة أمورنا تمام. إذن ماكزلري. رايت لأن الخط رايح لللفت. بيرميننت لأنه من الأسنان الدائمة كونه أحنا منستخدم أرقام وليس حروف. وفيرست مولر لأنه إحنا بنحكي عن رقم 6 اللي بيمثل الفيرست مولر. تمام؟ هاي. أوكي. هلأ البايمر أو الزيقوميندي نتيشن سيستم ما ضل فترة طويلة يستخدمه. بتعرفوا لي؟ لأنه وجدوا من الصعوبة تمثيل هذا النظام باستخدام الكيبورد. هيها It is difficult to write with this system while using keyboard. حكوا يعني صعب كيف إحنا بنوعد بالكيبورد نعمل vertical line وhorizontal line وإلى آخره. فحكوا خلينا ندور على نظام تاني. وفعلا وجدوا نظام universal numbering system. universal إيش معناها؟ معناها عالمي. عالمي يعني إش كبير بشمل العالم. فبهاي الطريقة أنا بعرف إنه بالuniversal numbering system رح نستخدم أكبر قدر من الحروف والأرقام. يعني كل الحروف اللي بتغطي الأسنان وكل الأرقام اللي بتغطي الأسنان رح نستخدمها في الuniversal numbering system. إذن نتيجة difficulty in keyboard typing نتيجة الصعوبة في الطباع على الكيبورد طلعوا نظام universal numbering system. هذا النظام اعتمدته منظمة الأمريكا دينتل أسوسياشن. تمام؟ رجعت اعتمدت نظام اليونيفرسل سيستم عام 1968 إذن هن طلعوا هذا بال47 ولما شافوا اليونيفرسل تبنوا واعتمدوه في 1968 تمام هلا بهذا النظام إحنا رح نستخدم الأحرف from A to T من لغاية حرف T لل disay j was T ورح نمشي حركة حركة clockwise مع عقارب الساعة هي حركة clockwise مع عقارب الساعة ترى أنا بالأول عذروني خربطت لما حكيت عن الكوادرنت إنه counter clockwise لا هي الحركة صح مع عقارب الساعة clockwise فأنا آسفة هلا انت بهد إذن رح نستخدم الأحرف from A to T لل disay j was T ورح نمشي حركة clockwise مع عقارب الساعة هذا الربع الأول اللي رقمه خمسة في هذا ستة وهذا سبعة وهذا تمانية إحنا ما رح نهتم هون بالأرباع قد ما رح نهتم بالأحرف وكل واحدة ايش تمثل هلا زي ما حكيت لك universal معناته رح أستخدم أكبر قدر من الحروف من ال A لل T رح نمشي الحركة من ال right maxillary إذن رح نبلش بأي كوادرانت من right maxillary وبعد right maxillary رح نروح لل left maxillary بعديها لل left mandibular وآخر إشي لل right mandibular تمام تمام A بوصول بوصولا للمانديبيول right second molar بوصولا رح نحكي عن ال permanent teeth وبنظام universal ركز permanent وبنظام universal العالمي اللي بديشمل أكبر قدر ممكن من الحروف والأرقام فرح نمشي بالأرقام من 1 لغاية 32 from 1 to 32 وبرضو الحركة clockwise ونمشيها من maxillary right بس هاي المرة third molar to mandibular right third molar شايفين كيف الطريقة clockwise الأرقام من 1 ل32 الواحد رح يمثل right maxillary third molar انتهاء بال32 اللي رح يمثل right mandibular third molar لو ناخد هيك رقم بشكل عشوائي ناخد مثلا الرقم مثلا 8 8 هاي بس رح يخطو لك رقم 8 بهاي الطريقة الرقم 8 اش رح يمثل لحالنا اذا واحد third molar وعند التمانية احنا منكون وصلنا لل central incisor صح صح امشي هيك واحد اثنين ثلاثة للتمانية وصلت عن central incisor تمام اذا 8 رح يمثل central incisor بس باي كوادرنت بالماكزلري كمان رح يكون وright تمام right ماكزلري central incisor ببساطة simple as that right حددتلك side وماكزلري حددتلك انه بالفك العلوي وتمانية فمعناته اكيد permanent صح مستحيل يكون انا مستحيل اعطي حرف سوري رقم لا deciduous ضروري الارقام مع permanent والحروف مع primary تمام فتخيل احنا ادي اختصرنا ع حالنا لما نحكي بس رقم تمانية واحنا نختصر ع حالنا كل هاي التسمية نختصر ع حالنا right maxillary permanent central incisor اتخيل انا كنت بستخدم خمس خمس كلمات استبدلتها الان برقم عشان هيك وجدوا نظام اليونيفرسل اشي كتير منيح وفعلا هاي رقم تمانية يعبر عن ايش يعبر سوري رقم تمانية يعبر عن right maxillary permanent central incisor لو اخذنا رقم تاني مثلا رقم 20 رقم 20 ايش رح يمثل هلا اذا انت عارف انه انا هون وصلت عند رقم 17 للثيرد مولر انا هيك بوصل انا اخذوال ضروري تحفظهم انا بحكي لك عن طرق ساعدتني تمام وهاي الطرق اكيد رح تساعدك واحد الثيرد مولر تمانية central incisor تسعة central incisor 16 ثيرد مولر 17 ثيرد مولر 24 central incisor 25 central incisor و 32 ثيرد مولر فشوف بهاي الطريقة احنا رح نقدر يعني نحدد مباشرة فلما يحكيوا لك عشرين انت بتعرف انه السباطاش هو الثيرد مولر في المانديبيولر لفت بحكي لك صحيح فمنمشيها 17 18 19 وصولا للعشرين بعرف انه وصلت عند السكند بري مولر تمام وصلنا عند السكند بري مولر وساعتها بيضل عليك انك انت تكون عارف انه هذا اللفت وهيك المانديبيولر وبهاي الطريقة امورك وتكون اكيد تمام ناخد مثال تاني بس من ال برايمري لو اخذنا حرف اللي كيو حرف اللي كيو رح يمثل اللتيرال انسايزر لا ال رايت مانديبيولر واكيد اكيد لبرايمري كونه انا بتعامل مع حروف طب كيف دميزها برضو طريقة النهايات بحسها سهلة بتساعدك تمام يعني يخذ ال ا لل second molar ال central incisor ال f لل central incisor j لل second molar k لل second molar o لل central incisor b لل central incisor و t لل second molar بهاي الطريقة انت برح تمشيهم خلص مثلا حكيت لك يعني انت هدول احفظهم عشان الباقي يساعدوك حكيت لك حرف ال h طيب دون ما نطلع ها مباشر حرف ال H ايش رح يمثل حرف ال H بحكي طب انا بعرف انه هلا A B C D E بعدين F تمام F G H تمام اذا انا عارف انه ال F هو central incisor فال G lateral فال H رح يكون K9 تمام وهذا ال K9 رح يكون at which quadrant at the second quadrant اللي هو رقم 6 تمام وبحكي right ولا left برضو right maxillary ولا mandibular maxillary فهو رح يمثل right maxillary K9 وكيد primary لانه حرف وزي ما حكيت لك K9 ما له order يعني ما في type لحتى احكي لك first او second فشوف برضو اختصرت عليك اربع كلمات فقط بذكر حرف ال H اذا مرة تانية universal numbering system universal معناها عالمي فمعناته احنا رح نستخدم اكبر قدر ممكن من الحروف والارقام الحروف للdisaguous او للبرايمري الارقام للpermanent لما مننمشي به الحروف رح نمشيها from A to T T رح يمثل second molar في right mandibular والحركة رح تكون clockwise مع قارب الساعة لما منناخد الارقام فرح ناخدهم from 1 to 32 وبرضو الحركة clockwise من الماكزلري right third molar انتهاءا في المانديبيولر right third molar تمام هذا النظام مين اتبنى منظمة الامريكان دنتل اسوسيياشن في الف وتسعمية وستة وثمان in 1968 شو السبب اللي طلعوا فيه بنظام اليونيفرسل الصعوبة في الكيبورد تايثينج لنظام البالمر تمام اوكي ان شاء الله طيب فيما يخص الاف دي آي نمبرنج سيستم النظام اللي اعتمدته منظمة الاسنان الاف دي آي الاف دي آي اليونيفرسل سوري الاف دي آي نمبرنج سيستم المهم يعني هاي منظمة الاف دي آي الفدريشن دنتل سيت إختصار هالشو حقيقة المهم هاي هذا النظام طلعته منظمة الاف دي آي وتبنته الـ World Health Organization منظمة الصحة العالمية تمام؟ الـ FDI Numbering System فكرته أنا بدي أضلني رابطه إنه أنا بتعامل مع Two Digit Numbers تمام؟ بتعامل مع رقم مكون من منزلتين خانتين زي فكرة أحد وعشرات First Digit و Second Digit First Digit رح تمثل العشرات ورح تكون عندنا بمثابة أي ربع والSecond Digit اللي هي منزلت الأحاد رح تبينلنا أي سن إحنا بنحكي عنه أكي؟ نركز فيها إذن الـ FDI Proposed by FDI and adopted by World Health Organization Each tooth is allocated a Two Digit Number إحنا عنا منزلتين هاي هون نطلع منزلتين المنزل الأولى بتعبر عن الربع والمنزل التانية تعبر عن السن تمام؟ إذن واحدة للربع واحدة للسن أكي The left designates the quadrant and the right designates the tooth order The first digit بعبر عن النمبر of the quadrant من واحد لأربعة for permanent ومن خمسة لتمانية للبرايمري هدول متأكدين منهم؟ تمام إذن واحد لأربعة للبرايمري ومن خمسة لتمانية للبرايمري للسكن ديجت بعبر عن النمبر of tooth عن النمبر of tooth from one to five للبرايمري from one to eight للبرايمري رح تحكيلي طب أنا مستغرب شغلة كيف عطينا من one to five للبرايمري بحكي لك هاي المرة اختلف النظام إحنا باليونيفيرسل عطينا أحرف بالبالمر أو الزيقومن برضو عطينا أحرف من A to E لكن هاي المرة أنا بحكي لك two digit numbers يعني أنت منزل سري رقم وكون من خانتين فضروري يكون عندك إيش؟ ضروري يكون عندك منزلة أحد ومنزلة عشرات طب الأحد ضروري نحطها أرقام عرفتوا كيف؟ فعشان هيك فإحنا هون نحط from one to five للبرايمري ومن واحد لأيت للبيرمننت خلينا نشوف مثال نبلش مع الأدلت teeth أوكي نشوف مثلا هذا التوث ماشي واحد تمانية واحد لإني أنا في الماكزلري رايت بيرمننت اكزابت لي واحدة واحدة ماكزلري رايت بيرمننت فعطيته الرقم واحد لأنه بيرمننت بالأخير رقم تمانية رح يمثل إيش؟ رقم تمانية رح يمثل الوزدم توث أو الثيرد مولر فواحد تمانية ولاحظ كتير هاي مهمة إجتنا مرة سؤال ونخدعنا فيها بالليكوزز اللي باللعب إجتنا مرة سؤال إنه حكت الدكتورة 1-8 ومرة حكوا 18 فكان ضروري نميز 1-8 إنها حسب ال-FDI وتمثل ال-right ماكزلري third molar وأكيد بيرمننت و-18 كانت تمثل سن آخر 18 بتمثل أي سن بال-Universal رح نمشي من 18 كانت تمثل ال-second molar صح؟ لأنه إحنا عارفين 17 إنها الثير 18 ال-second molar و-left mandibular ففي فرق ما بين 18 وبين 1-8 فلما يحكوا لك 1-8 هني بيحكوا عن 2-digit number يعني بيحكوا عن FDI Numbering System لكن لما يحكوا لك 18 فبيكون قصدهم Universal فهيني حكيت ها اللهم بلغت ألافة شهد فهون انتبهوا إنه إيش إنه 1-8 وليس 18 أوكي طب ناخد سنتاني يلا ناخد سنتاني 3-2 3-2 هايو حيك إحنا ترتيبنا صح 1-2 3-4 فإحنا بال-3 حاليا أوكي وهذا ال-3 مع 2 التو إيش يمثل أنا من المدلوين لورا بمشي هاي 1-2 3-4 5 إلى آخر وصولا 8 فإحنا عندي 3-2 بعرف إنه 3-permanent لإحنا لساتنا بالأربع تبعت 1-2-3-4 بعرف إنه أنا باللي 3-I'm talking about the mandibular left 1-2-3-4 ورقم 2-2 يعبر عن أي سن يعبر عن lateral incisor إذا أنت بهاي الطريقة مشيت وكنت فاهم أمورك تمام 3-2 وليس 32 في فرع 32 إحنا بنحكي عن هذا السن بنحكي عن هذا السن اللي هو mandibular right third molar لكن لما أنا أحكي 3-2 3-2 بهذا النظام يعبر عن lateral incisor اللي موجود في mandibular left من permanent ناخذ ال-FDI لا مين لا ال-primary teeth لل-primary teeth زي ما منلاحظ لأسنان ال-children رح نلاحظ وجود هاي 4-quadrant 5 6 7 8 رح نلاحظ الأرقام من 1 ل5 حيث إنه 1 يعبر عن central incisor و5 يعبر عن second molar ننتبه هون ما في premolar ولا في third molar فإحنا شاطبين 3 أسنان من كل ربع أوكي لنفرض أخذنا الرقم بدون ما نتفرج أخذنا الرقم 7 3 مثلا هلا أنا 7 بعرف إنه أنت طالما واصل لل7 فهو primary تمام و بعرف من 7 أي ربع لأنه 5 6 7 فال7 هو mandibular left أوكي من السبعة إذا نعرف ثلاث معلومات إنه الفك السفلي mandibular quadrant left وال syn primary يعني من primary dentition لما نيجي نتعرف على syn ثلاثة ثلاثة يعبر عن k9 صح تمام فبهاي الطريقة نتأكد 73 هي فعلا k9 موجود بالlower left هي يعني mandibular left و من primary إنها هي primary إذن هيك أمورنا إن شاء الله تمام هون حاطين لكم مثالين اقرؤوهم نفس الفكرة تماما بس أنا حبيت أعطيكم أمثلة أخرى عشان يكون عندكم فكرة أكتر إذن ركاب سريع على fdi numbering system إذن هو adopted by world health organization كل سن بكون من two digit number اللي على اليسار بتعبر عن الكوادرنت اللي على اليمين بتعبر عن التوث إذا أنا كنت بتعامل مع أسنان permanent فالأرقام from one to four from one to four for permanent أما إذا كنا بنحكي عن primary فمن five to eight من five to eight هذا لل الكوادرنت للترقيم الأسنان من واحد لتمانية لل permanent exactly ومن واحد لخمسة لل primary ok أنواع الأطقم السنية في إلنا تصميفين واحد according to number of dentitions يعني حسب كم مرة أنت بتحصل على sets of dentitions واحد حسب shape of dentitions أش كاله ok خلينا نبلش ب a according to the number of dentitions في عنا ثلاث أنواع monofedent diffedent و polyfedent هلأ مونو باللغة معناها واحد تمام تمام يعني في عنا بعض الماملز اللي هن الثديات زي المنتي السيلز والوارلسز المنتي هن خروف البحر السيلز الفقمات والوارلسز إشي يسمى الفض يعني من الكائنات الحية الفض تمام هدول only have a single generation of teeth يعني خلص بحصلوا على 6 واحدة من الأسنان وما بيغيروها أما فيما يخص diffedent واللي إحنا منهم most mammals include humans typically develop and erupt into their jaws two generation of teeth two لأنه معنى diffedent اتنين ومثال عليهم مين اللي human الإنسان أما البوليفيدنت بولي معناها متعدد متعدد تمام most reptiles and fishes develop a lifetime of generations of successional teeth such teeth have a pre-functional life and are anatomically simple in design شو الفكرة هون بوليفيدنت يعني متعدد الأطقم يعني مش بحصل على one set of dentition ولا اتنين ممكن ثلاثة خمسة عشرة زي most reptiles معظم الزواحف وكذلك الفشز الأسماك بحصلوا على a lifetime of generations لل successional teeth يعني بيكون عندهم عدد لا منتهي من generations لل successional teeth طب شو يعني successional teeth معناها انه اي permanent tooth بيجي بنمو محل الملك tooth الملك tooth هو السن اللبني حبيت اذكر لك milk tooth لانه يمكن ما ذكرناها احنا حكينا primary deciduous كمان milk tooth منسميه milk tooth او سن الحليبي لانه لونه ابيض كتير بيكون زي الحليب تمام تمام فالسكسشنال teeth هو any permanent tooth that grows in the place of primary tooth فهذا معنى السكسشنال tooth فالربتايلز والفشز زي ما حكيت لك بيطوروا a lifetime of generations of successional teeth اوكي لانه كل سن بيحكي انه بيكون له brief functional life يعني فترة حياة مختصرة يادو بيؤدي كم وظيف ونوائع اوكي وهن طبيعة الاسنان اللي عندهم اصلا symbol in design يعني طبيعة بسيطة طيب التصنيف التاني للدنتيشن according to the shape of dentitions رح نلاقي عنه حسب الشكل homodont heterodont وال anodontia homodont homo باللغة معناها متشابه وهتيرو معناها مختلف و ano معناها مفقود هدول من نكون عارفينهم تمام homodont homodont يعني متشابه in many vertebrates all of the teeth in the jaw are a-like they differ from each other only in size ايش الاشي اللي بختلف فيه فقط size يعني انت بتلاقي كل اسنانه نفس الاشي بس واحد سن كبير واحد سن صغير ببساطة مثال على ذلك alligator هو التمساح الامريكي ومثال على homodont فهون لو نطلع على اسنانه يمكن الصورة مش كتير واضحة بس رح نلاحظ انه كل اسنانه بهاي الطريقة كلياتهم بس لاحظ هون مثلا هذا اطول يعني كلياتهم بهاي الطريقة بس بتلاقي مثلا سن اطول من سن يعني يعذروني الصورة موظرة طلعت كلهم بهاي الطريقة بس يعني سن اطول من سن فما في شيء معين يعني شوف اسنان الانسان بتلاقي هم هيك بعدين هاي زي central incisor هاي lateral canine هيك بعدين المولرز بصير مثلا هيك شكل معين بعدين المولرز هيك تمام يعني في اختلاف اما هون لا ما في اختلاف لانه homodont اذا الالوجاتور او التمساح الامريكي هو مثال على homodont الهتيرودونت هتيرو مختلف والهتيرودونت يعني في اختلاف بالاسنان في كلاسز مختلفة ومن ضمنهم الانسان الانسان وزي ما حكينا عن الكلاسز تابعون الهومانز اللي هن يعني حكينا عنهم ايش هن الانسايزرز الكناينز pre-mollars and molars هذا الكلام مش موجود مثلا عند الالوجاتور الانودونتشا اينو مفقود اينودونتشا يعني ما عنده اسنان is the developmental absence of teeth فقد للأسنان among مملز في الانتيتر اللي هو اكل النمل هدول كلياتهم يعتبروا toothless ما عندهم اسنان ابدا لكن ركز their ancestors اسلافهم had teeth their ancestors had teeth شو اصدنا بهاي الجملة يعني اصدنا صح هلأ مثلا الانتيترز او الويلز اللي موجودين مثلا ما عندهم اسنان وطبيعة الانودونتشا عندهم انودونتشا لكن اسلافهم لما يعني ترجع بالزمن تمام كان لا كان الانتيترز والويلز والويلبون كله كان عندهم اسنان هذا اصدنا بذير انسسترز had teeth انه لو كان الانسان معرض لحالة من الانودونتشا فهاي تعتبر ايش تعتبر اباثولوجيكال كوندشن حالة مرضية اذا شو يعني اباثولوجيكال كوندشن حالة مرضية الانسان ويكون فاقد لأسنانه هذا مش الاشي الطبيعي كيف رح تاكل كيف رح تمانس الانشطك بتقوم فيها بالأورال كيف المظهر الاستاتيك الجمالي رح تفقده قدرتك على نطق بعض الحروف رح تفقدها حتى الاندونشا فقد لجزء من الاسنان ان شاء الله سن واحد او حتى فيو تيث مسنج يعتبر اندونشا ويعتبر باتولوجيكال كوندشن هذا من نسبة لالتصنيف حسب الدنتشن اذا التصنيف حسب النمبر الدنتشن مونفيدون ديفيدون وابوليفيدون واعرفوا الأمثلة عليهم اما حسب الهومودونت اللي كلهم متشابهين والاختلاف only in what they differ only in size الهتيرودونت لا كلياتهم حكينا يعني فيه اختلاف فيه كلاسز اوكي وكل منطقة مختصة بشيء معين الاندونشا هي حالة فقد الاسنان is the developmental absence of teeth ما ننسى their ancestors had teeth طيب بالهيومن وجود حالة اندونشا فقد للاسنان تعتبر حالة طبيعية it's physiological condition never it is a pathological condition even if it is for one tooth هلأ فيه عندنا حالتين مرضيات اخرى زي حالة حالة الـ hypodontia وحالة hyperdontia خلينا نحط الحالات المرضية بهذا اللون hypodontia وhyperdontia الhypodontia هلأ انت hypo بالترمنولوجي معناها صغير تمام ما معناها صغير وhyperdontia من الطبيعي فهدول another pathological condition اللي مطلوبين مننا hypodontia small teeth hyperdontia big teeth بهيك منكون كملنا المحاضرة الأولى من مادة dental anatomy يعطيكم العافية بتمنى تكونوا فهمتوا كل تفصيل بالمادة إذا عندكم أي سؤال لا تترددوا تسألوني سواء على الواتس اوب أو غيرها من مواقع التواصل شكرا لكم لأنكم سمعتوا بتمنى لكم يوم سعيد